وصفة الحملة محمر بطريقة المردومة يأتي طايف زبدة وطري هذه الوصفة نجحة الحملة يجب أن تجربها دمور سوطة الحملة التي تحبيها قمت بخدمة هذه الطريقة وحضرت الدرسان الناس ببصل كبيرة رابي سنينات توم رابي خمسة سنينات توم كاملين فلفل أسود كركم فلفل عكري كمون أكل الجابل يجب أن تكون ملعقة كبيرة وربع ملاعق كبيرة على ملعقة إذا كان الحملة لا يوجد حملة ثمانية ملاعق دخلت لها مغيناد الملح وغلقت عليها وضعت الحملة يرتاح في الفريجدار 2-3 بعد أن ارتاح الحملة غطيته ملح بالبابي كويسان دوبليت عليه البابي كويسان عود غطيت عليه بالبابي أليمينيوم باش هذك المغيناد و هذك الجيوم الداخل ما يخرج ليش وقت طيب بعد ما غطيته حطيت فنجال تعلمة في الكوكوت متاعي ودخلت هذك الحم غطيت عليه ملح وغلقت عليه حطيته فوق النار جاهدة بعد ما صفرت الكوكوت متاعي نقص لي الغاز وخليته يطيب ساعة كاملة بعد ما دازت لي ساعة خرجت هذك الحمد تعي راهو شوية سخون صدقوني يا البنات يجي طايب طري كي ما يحب الخاطر والبنة ما نوصفها الكومش اللي يحب يسربه في هذ المرحلة كي ما راه يجي بزاف ابنين اللي يحب يحمره كي ما درته نايا حطيته فلوبلا ليمشي الفرن ضفت علي هذي كلاسوس من الفوق وحمرته شوية من الفوق بوالا يا البنات درت لي شوية تعال مع الدنوس ولبس المقطع الرقيق وهذي كلاسوس من الفوق وبصحة